كيفية تغيير العادات جميعنا لدينا عادات سلبية نسعى للتخلص منها كعادة التدخين مثال فلو أفترضنا بأن هناك فتى يدعى أحمد ولد أحمد عادة سلبية وهي التدخين بشراهة وبدأت صحته تتردق اليال وعند ذهابه إلى الطبيب نصحه الطبيب بالإقلاع عن التدخين فورا فقرر أحمد أن يسعى جاهدا في الإقلاع عن التدخين سيواجه أحمد في بادي الأمر بعض الصعوبات التي قد تعيقه من ترك هذه العادة كمثل اترابات مزاجية أو شعور غير مريح جراء تركه هذه العادة إن التخلص من العادات السيئة يتطلب مجهودا إضافيا وسنحاول في هذا الفصل أن نقوم بوضع بعض النصائح التي تساعدنا في التخلص من أي عادة سلبية نود التخلص منها كيفية زراعة عادة إيجابية جديدة بدال منها ولتغيير أي عادة سلبية يجب عليك أن تركز على تغيير الروتين مع الحفاظ على المحفز والمكافأة فمثال عند تفكيك عادة التدخين سنجد بأنها تتكون من الثالث مراحل التي سبق ذكرها وهي المحفز الشعور بالضغط أو بالقلق الروتين البدء بالتدخين المكافأة الشعور بالارتياح نتيجة ممارستك هذه العادة وهي التدخين ولتغيير هذه العادة ينبغي عليك فقط تغيير الروتين فعند شعورك بالضغط أو القلق قم مثال بائل لاستماعي إلى الموسيقى بدال من التدخين ولكننا في حاجة إلى شيء يساعدنا على تغيير الروتين فالروتين يبدو من الصعب تغييره أو استبداله بروتين آخر وفي المفهوم الثالث سنتطرق إلى الشيء الذي سيساعدنا في تغيير الروتين وقد يكون تغيير الروتين مستحيال دونه قوة الإرادة قوة الإرادة هي العادة التي ستساعدك على تغيير جميع العادات الأخرى وبدونها لن تستطيع التخلص من عاداتك السلبية وفي دراسة شهيرة من جامعة ستانفورد وجدوا بأن الطفل الذي يتمتع بإرادة قوية من خلال قدرته على تجنب إغراء الحلوى يحقق نجاحا أكبر من أولئك الذين يتمتعون بإرادة قوية على المستوى الأكاديمي والاجتماعي ونستطيع تقوية عضلة الإرادة لدينا عبر التركيز على تقوية هذه العضلة فهي كسائر عضلة الجسم الأخرى تتطلب تركيزا ومجهودا كبيرا كي يمكننا تقويتها وعند تقويتها ستستطيع حينها تغيير أي إعادة أخرى فمثال عندما تواجه صعوبة في الذهاب إلى النادي يوميا ينبغي أن تحاول التركيز على تقوية عضلة الإرادة لديك عبر مشاهدة بعض الفيديوهات التحفيزية أو مكافأة نفسك عند مواظبتك الذهاب إلى النادي باستمرار ومع مرور الوقت ستكتشف بأن عضلة الإرادة لديك أصبحت أقوى من السابق ولكن تذكر بأنه ينبغي أن يكون قرار تغيير أي عادة لديك من اختيارك وليس بسبب شخصا آخر أراد منك تغيير هذه العادة فعندما لا يكون قرار تغيير العادة بسبب رغبتك العميقة في تغييرها ستجد بأن قوة الإرادة لديك ضعيفة وستجد بأنه من الصعب تغيير هذه العادة